اهلا بكم ميلا موجز اخبار الان يواصل تنظيم داعش انسحابه من قرى واقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات والمقابل لمدينة دير الزور وامتدادها الشمالي الغربي ورصد المرصد السوري لحقوق الانسان مع هذا الانسحاب تقدم قوات سوريا الديمقراطية التي تقود عملية عاصفة الجزيرة وتمكنت من السيطرة على قرية تيح ويجابو مصعى ومحميدة الغربية بعد اشتباكات مع تنظيم داعش بدأ الجيش التركي عملية استطلاع في محافظة ادلب السورية بهدف اقامة منطقة خفض التوتر بموجب اتفاق استان الهادف لانهاء النزاع في سوريا وفق ما اعلنت رئاسة الاركان وبدأت تركيا مؤخرا عملية عسكرية بطول حدودها مع محافظة ادلب شمال غربي سوريا التي يحتلها مسلحون تابعون للقاعدة من اجل تعزيز منطقة تهدئة اعلنت الحكومة العراقية في بيان اليوم اجراءات عقابية ضد حكومة اقليم كردستان على اثر استفتاء الاستقلال التي تعده بغداد غير قانوني واعلن المجلس الوزاري للامن الوطني تدابير تهدف الى التضييق على الاقليم فيما قرر نقل شبكات الاتصالات للهواتف النقالة الى بغداد وكانت اجراءات عقابية سابقة دخلت حيز التنفيذ مع اغلاق سلطات بغداد مطاري اربيل والسليمانية امام الرحلات الدولية بعد الاستفتاء الذي فازت فيه النعم باغلبية اعلن الامين العام للوكالة الدولية لطاقة الذرية يوقي امان الاثنين في روما ان ايران تحترم بالكامل تعهداتها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول الكبرى عام 2015 بشأن برنامجها النووي وسبق ان اكدت الوكالة الشهر الماضي تنفيذ ايران تعهداتها وسط تكثيف واشنطن انتقاداتها للاتفاق كذلك ذكرت وزيرة الخارجية الاوروبية فدريكا موغيريني من جهتها بان احترام ايران التزاماتها في هذا الملف تم التحقق منه ثمان مرات لقي 12 شخصا على الاقل من المسلمين الروهينجا من بينهم اطفال حتفهم غرقا اثر انقلاب زورق كان يقلهم من ميانمار باتجاه بنجلاديش واعلن مسؤولون ان اشخاص اخرين لا يزالون مفقودين اعقب الحادث الذي وقع في نهر ناف في وقت متأخر مساء الاحد ويعتقد ان القارب كان يقل نحو 100 شخص فرين من العنف ضد المسلمين في ميانمار قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي ان المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بشأن خروج بريطانيا يجب ان تركز على العلاقة المستقبلية على المدى الطويل بين الجانبين بعد فترة انتقالية محدودة واضفت انها تقترح شراكة اقتصادية فريدة وطموحة مع الاتحاد الاوروبي بعد خروج بريطانيا الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر